اكتر فادي معلوف تبيب أمراض نفسي وعصبية عند الأطفال والمراهقين موجود معنا اليوم ووضعنا هو الاكتئاب عند المراهق أو المراهقة أهلا وسهلا فيك دكتور معلوف مرسي أهلا فيك موضوع الاكتئاب يعني بيقدر يكون اكتئاب بسيط وعراضي ولأنه المراهق يعني هو بفترة عم يكبر فيها وعم ينتقل من مرحلة الثانية وبيقدر يتطور ليكون يعني شغلة خطيرة جدا لدرجة الانتحار خلينا نحكي بس عن الاكتئاب العادي والطبيعي واللي ما بيخوف بالبداية يعني ساعتها إذا الطبيعي وما بيخوف منبطل نسميه اضطراب الاكتئاب بيكون أنه مرحلة صعوبة قطعوا فيها المراهقين أقلا بالمراهقين بيمرقوا فيها صحيح ما في شك أنه المراهق هي بحد زيتها تشالنج كتير كبير على المراهق لأنه بيتغير فيها كتير أمور بحياته منها أمور جسدية منها أمور اجتماعية ومنها أمور نفسية وهذا الشيء بيسبب بعض الاسترس يعني المراهق معقول حس بشوية ضغط معقول يكون عنده شوية نزعات مع أهله أو أهله معقول شوية نزعات بالمدرسة أو بصدقاته مع الرفقة بس هيدا الشيء مش يعني عنده اضطراب الاكتئاب أعنده اضطراب الاكتئاب المشكلة بيصير لما اضطراب الاكتئاب يبين إذا ما نحكي عن اكتئاب واضطرابات بهالموضوع شو بتكون الساينز أو شو بتكون العوارد الواضحة اللي الأهل لازم ينتبهو له هلأ لازم الأهل يعرفوا أنه مشكل المراهقين بيقطعوا باضطراب الاكتئاب يعني عنا تقريبا بين 8 إلى 10 بالمية من المراهقين أكثر عند البنات لحدية 20 بالمية عند البنات بيقطعوا على القليلة مرة بمرحلة بيكونوا فيهم اكتئابين بين عمر 12 سنة و 18 سنة العوارد كتير بتشبه اضطراب الاكتئاب عند البالغين من العمر يعني لازم يكون في عنا على القليلة أسبوعين من مجموعة عوارد منها تغير بالمزاج هاي شغلة أساسية المزاج فيه يكون أو حزين أو عصبة يعني إذا عنا عصبية زيدة أو حزن وبدون سبب واضح بدون سبب عادة مباشر بالتأكيد يعني فيهم يوعوا الصبح مزاجهم مكتئب مع عوكر معصب معظم النهار لأغلب الأيام وهيدي نقطة أساسية بتفرق الاكتئاب عند المراهقين من الاكتراب عند البالغين لأنه عند البالغين المزاج عنا بيكون حزين عند المراهقين فيكون عصبية زيدة بالإضافة لتغيرات بالنوم تغيرات بالقبلية على الأكل انطواء وانزواء ونوع من التشاقم ووجود أفكار أنه ينهو فيها حياتهم أو يتمنوا فيها الموت دائماً بتوصل لهذه المرحلة أو فيها تكون اكتئاب ويكون حاد وما توصل لمرحلة يعني تمني الموت صحيح مش دائماً بتوصل لهذه المرحلة بس لحديث 60% من المراهقين اللي عندهم اضطراب الاكتئاب تقطع على راسهم أفكار أنه ينهو فيها حياتهم وهذا الخطر يعني خطر أساسي لازم نتفديه وكنت عم تقلي قبل الهواء أنه بهالمرحلة وما نحن نحكي عن 60% كمان من المراهقين اللي عندهم حالة اكتئاب ممكن يفكروا بهالموضوع وجود أي يعني زرف مناسب للانتحار بيساعد يعني الانتحار هو ثاني أسباب الموت عند الشباب يعني أن الحوادث هي أول أسباب وثاني أسباب هي السويسايد الانتحار مش انهيك لازم ينشغل على تفادية أحد عاملين أساسية بالانتحار عند الشباب هو وجود مرض الاكتئاب اثنين إذا عندهم وصول لأي آلة بتقدر الانتحار مثل السلاح الفرد أو غيرها هدول الشغلتين هنه أساسية وهنه يلي بيعله كتير الريسك لحدا يقدم على أنه ينفذ الانتحار هي دايما هالمرحلة ممكن أنه تقطع فيها تقطع لوحدة ولا دايما لازم يكون فيها معالجة متخصصة أغلب حالات الاكتئاب إذا انتركت لأشهر عديدة وما صار في عندها صعوبات وكمليكيشنز تقطع لوحدة بس نحن ما مننصح أبدا أنه نترك حالة الاكتئاب تمروت لأنه ريسك كبير لأنه فيه ريسك كبير ريسك مش بس بقصة الانتحار هيدول المراهقين هنه كمان على ريسك تابعهم أعلى ليستعملوا مخدرات وحتى يكون عندهم اضطرابات نفسية تانية مشان هيك مننصح بعلاجة أو عادة بعلاجة من أسر من أسر الفترة من تسعة أشهر لأسابيع أو أشهر أقل بكتير هون هيك تحطي للأهل يكونوا شايفين أنه فيه هالمشكلة لأنه الأهل ما رح يكونوا عارفين شو السبب وإلا يمكن إذا بييدهم بيلغوه أو يمكن ما كانوا عم يشوفوا العوارد لحتى ليه يطلبوا المساعدة ولكن لما منوصل أنه عم نطلب المساعدة أنتوا أكد أختصاصيين على شو بتنبشوا وين بتلاقوا الأسباب عادة الأسباب متشعبة وعديدة يعني أنا دائما بقولوا للأيال اللي بشوفهم أنه ما بدنا ننبش على سبب واحد مباشر إذا فيه سبب واحد مباشر بنعرف منعالج هذا السبب المباشر والحالي بتزول هي أنا بشبهها مثل بوزل يعني كل شقفة من البوزل هي عامل أو فاكتر بيؤدي ليعلي رسك للاكتئاب والعوامل هي عادة فيه عوامل بيولوجية هي العلاقة بتركيبة الشخص تركيبة دماغه الهرمونات الأمراض الجسدية اللي ما أقول الشخص يكون عنده إياها وبنفس الوقت فيه عوامل نفسية يعني هو الشخص تركيبته النفسية كيف يتعامل مع الاسترس في بعض أشخاص الاسترس بالنسبة لهم ما لنا شغل كبير يتعاملوا معها بطريقة كتير صحية وفي بعض الأشخاص يتعاملوا معاسترس بطريقة مش صحية أبدا والثالث عامل هو العامل البيئي البيئة المحيطة من كانت ضغوطات دخل العيلة ضغوطات بالمدرسة بين الأصحاب ودايما هالانتراكشن بين البيولوجي والانفيرومنت هي الأساس يعني بين العوامل البيولوجية والعوامل البيئية هي أساس بأنه تعلّر رسك أو توطي لا اضطرابات النفسية بالإجمال وخاصة اضطراب الاكتئاب مش نيك نقول أن البنات أكتر عندهم استعداد البنات أكتر عندهم استعداد الأرجح لأنهم عندهم استعداد بيولوجيا أكتر لأنه في خربطات هرمونية بتصير بعمر المراهقة عند البنات أكتر من عند الصبيان الأرجح هذا بعليلهم كتير الرسك حتى يصير عندهم هالطراب أكتر نحكي على المنفس يعني فيه أي أسباب جينية بتقدر توصل لاكتئاب أو انتحار أو أسباب جينية كتير أساسية خاصة بإضطراب الاكتئاب يعني الولاد يلي أحد أهلهم عندهم مرض الاكتئاب هنه أتليست مرتين أو تلاتة عرضة أنه يصير عندهم هنه إضطراب الاكتئاب من أولاد ولا حدا من أهلهم صار عندهم هيدا الإضطراب وقت ملاوات ونحن دايما بكل يعني مش بس لأنه الفكرة موجودة بالعائلة جينيا هنه عندهم هالاستعداد صحيح وهون شوي بتتعقد الشغلة لأنه إذا أحد الأهل عنده مرض الاكتئاب خاصة إذا الأم بتكون مش بس الجيني اللي عم بيقتل عند الولاد فيه إضطراب الاكتئاب بس حتى البيئة يلي هي بيئة أم اكتئبة كانت غايبة ومريضة كمان بتعلي ريسك أكتر صار لعنا اثنين ريسك عم بيعلم والمجتمعية اللي بينظر لها البنت أو للشاب على أنه إمهم انتحرت أو إمهم عندها اكتئاب أو يعني كمانا بيحطوا نوع من الحكم عليهم صحيح صار لعنا ثلاثة بيسس من البوزل على القليل يركبين مش من هيك ريسك يكون أعلم كتير إذا وصلنا لأ كمان بدي بس بالعوارد يعني أو حتى العوارد يلي ممكن تؤدي لاكتئاب أكبر أو لانتحار حتى مشاكل بالأكل الأنوركسيا والبوليميا وهنا شو؟ هيدولا اضطرابات نفسية أخرى منا ضمن اضطراب الاكتئاب نحن بإضطراب الاكتئاب نشوف صعوبات بالأكل وبالغذاء بس ناتجي أكتر مش عن اضطراب بالأكل أكتر عن فئدين قبلية على الأكل لأنه الولاد اللي عندهم اضطراب الاكتئاب عندهم كمان فئدين للزة بالأمور اللي بتبسطهم ومنها الأكل يعني مش هيك هوني بدي بس بين هلالين قللهم للأهل أنه ينتبهوا لثلاثة أو أربع أمور عند أولادهم بالسنة المراهقة يلي بتخلينا نفكر إنه ما قول كن عندهم اضطراب مزاجي أو اكتئابي أهم إذا ما بقى عم بينبسطوا بالأشياء قد ما كان ينبسطوا فيها قبل يعني إذا ولد عم بيلعب كان يلعب باسكتبول أو ساكر وبطل عم بيلعب أو إذا بنت كانت حب تظهر مع أصحابه وبطل عم تظهر مشان هيك يعني فئدين اللزة هو أساس ووحدة من العوارض هي إنه نفقد قبليتنا على الأكل هلأ في كتير أشخاص عندهم اضطراب بالأكل مثل الأنوركسيا والبوليميا ما بيصير عندهم اكتئاب بس هني شغلتين مختلفين عن بعضهم اكتشاف هالمشكلة بيصير دايما بالبيت أو أكتب بيصير بالمدرسة يعني المراهق كمان شاطر يخب بمطرح من المطارح بشكلته 8 أو 10 ساعات بنهار المراهق بيقضيه فيهم بالمدرسة وهو واعي بيكون أو هي واعي 12 أو 14 ساعة يعني فيه 70% من وقتهم تقريبا بالمدرسة مشان هيك كتير مرات المعلمات أو المعلمات أو المعلمات الموجودين بالمدرسة هن بيوعوا الأهل على أي اضطرابات سلوكية أو نفسية عند أولادهم وكتير مرات بتجي الاستشارات من المدرسة مشان الأهل علاجات لما منحكي عن العلاج مما كان يعني عم بيطلب المساعدة ممكن يعني بالمدرسة أو ممكن الأهل فيه هون المراهق اللي هو بده يكون موجود لالعلاج عم نحكي عن علاج نفسي ما عم نحكي عن حب الدواء فقط لغير شو الحافز يلي بده يخلي هالمراهق يتقدم على العلاج النفسي هيدا أكتر نقطة حساسة وأكتر تشالنج نحنا بالمجال الطب النفسي والعلم النفس من واجهه أنه المراهق هو يكون قابل أنه ياخد علاج كتير مرات بدنا نقله لأنه مرات المراهق يكون عايش هيدا الحالي أو عايش هيدا الحالي ومش عارفين أنه إلا اسم أنه فيه أشخاص تانيين عم بيمرؤوا فيها وأنه إلا علاجات وإلا حلول بيكونوا مفتكرين أنه هني عم بيمرؤوا بشي ما حنا غيروا مرئ فيه وأنه بيخافوا يخبروا أول شي بنعمله وشي مسميه سايكو إدوكيشن يعني منعلمون ومنخبرون عن الحالي ومنقللون أنه في كتير مراهقين لحدية العشرين بالمئة منهم ما قول يمروا فيها وأنه الأشخاص اللي مروا فيها كتير منهم بيقدروا يتخطوها بيطلوا قطير بهذه الطريقة نحن نجرب نقربهم للعلاج أكتر بحواني لازم يكون فيه توعية بالمدرسة يعني على هالموضوع يعني توعية عامة لكل المراهقين قبل ما يوصلوا لهذه المشكلة لازم يكونوا وعيين له صحيح وهذا شيء للأسف مش متواجد بكل المدارس ولا على مستوى الحكومات الحكومة بخطة وطنية بس ما في شك أنه توعية لازم تبلش بعمر مبكر يعني قبل ما يطلع على الهاي سكول هنا وبالبروفي وأصغر يعني هنا وبالستيام سيزيام هنا من التعوية لازم تبلش لما بيقع بالاكتئاب المراهق هو بيكون ويعي على هالموضوع أو بيكون رافضه مثل ما بيرفض كل شيء تاني بهالعمر هيك وهيك مش دايما المراهق بيكون ويعي في كتير مراهقين بيجوا بيقولوا أن احنا حسين أننا حزينين أو عن ناصب زيادة عن الزوم بس أغلب الأحيان بيكون فيه سلوكيات بتنتج عن هالاضطراب مراهق يمكن قادر يشوفها أو اللحوالي قادرين يشوفها أكتر يعني مثلا معقول نقدر نفرجيه للمراهق والأهله أنه صار فيه تدهور بالأكاديميك بالأكاديميك بيرفورمس يعني علاماته بالمدرسة نزلت ونقدر نعمل لنك بين هيدا الشيء والاكتئاب وعلى أساسه نعالج أو فينا نفرجيه أنه علاقاته مع أصحابه توترت والدهورت وهيدا الشيء هو كمان بيكون زياجه إذا فيه أسباب واضحة بالعائلة أو بالمدرسة ممكن أنه تكون عم بتأثر بهالمراهق هلا في ناس بيروحوا لدرجة الاكتئاب في ناس لا ولكن إذا كان مكتئب من موت أحد أفراد العائلة أو موت صديق أو حتى من بولينج بالمدرسة أو فيه ولاد بيفوتوا بهالاكتئاب ما بيعرفوا يطلعوا منه ولا بيعرفوا يعبروا عنه كمان هيدا الشيء بيساعد على هالنوع من الاكتئاب بيخليه أنه يتطور بعدين لو كانت المشكلة ما بقى موجودة أو إيه ولا حكيت عن نقطة كتير مهمة البولينج بالمدرسة واللي هي ريسخ فاكتر كتير كبير لاضطراب الاكتئاب إيه إذا البولينج عم يلعب دور كبير وقدرنا نقنع المدرسة أو نشتغل مع المدرسة إنه البولينج يخف اللي هو التنمر يعني بسألة للناس اللي عم يسمعونا إذا مش عارفين شو البولينج التنمر يعني اللي الولد اللي بيكون محط أنظار الجميع أوقات طحيح وبيصيروا عم يزعجوه بطريقة أو بأخرى نظبط يعني التنمر أو بسمه الفنسيوي أرسلمان سكولير أو بولينج بالإنجليزي هو لما ولد يتحططوا عليه ولد أو ولد آخر أو عادة أو غالبا مجموعة ولد تانيين وبيزعجوه وبيضيقوه من ناحية أنه بيتمسخروا عليه بيسرقوا لغراضه بيضربوه بيأزوه بطريقة مباشرة أو غير مباشرة مرات كتير إذا نشغل مع المدرسة أنه هذا البولينج الخفط هذا شيء بيحسن الصحة النفسية عند الولاد بس مرات كتير للأسف أنه هذا المجال مش مفتوح وهون بتكون الخطورة أنه عم بيكفي البولينج ونحن عم نكفي العلاج النفسي للولد بس ما عم نقدر نوصل للنتيجة لأن البولينج بالمدرسة مكفى هو وقت يعني هذا الشغل ما بكون لحال لتغيير المدرسة صحيح مع أنه نحن منشتغل كتير على أنه خلي الولد هو أول سكيلز اللي عنده تيواجه البولينج وهون نداء هلا ممكن ما في مدرسة مدرسة متحضر بس المدرس لازم يكون عندهم حملات توعية على البولينج وليازم يكون فيه زيرو طوليرنس يعني الولد مش بس هو لازم يحمي حاله واجب المدرسة أنه تحمي أي ولد من أي ولد تاني عم يتنمر عليه رح ناخد وقفة دكتور معلوف نرجع نتابع ونحكي عن العلاج دكتور نرجع لأكل ميك معنا دكتور فادي معلوف موضوعنا هو الاكتئاب عند المراهقين رح نتابع موضوعنا وصلنا للعلاج لما منوصل للعلاج هل العلاج هو بالأدوية أو فقط بالعلاج النفسي العلاجات منشقين يعني فيه العلاجات النفسية أو أكتر علاج نفسي فيه عنده وندرس بهذا المجال هو العلاج السلوك الإدراكي أو CBT وفيه علاجات أخرى بتركز على العلاقة مع الأشخاص الثانيين سميه وفيه علاجات بالأدوية اللي هي تشتغل كمضاد للاكتئاب مثل علاجات بالأدوية الموجودة عند البالغين أكتر الأبحاث بيانت أنه الاكتئاب الخفيف فيه عندنا العلاجات النفسية السلوكية هي كفيلة أنه تساعد بهذا المجال لوحدة بلا الدواء بينما للاكتئاب المتوسط أو القوي الشديد بيانت أنه مجموعة العلاجين مع بعضهم الدوائي والنفسي هو التي تفوق على العلاجات الأخرى هون إذا عم نحكي عن علاج وأكيد بيخد وقت الأهل شو دورهم والمدرسة شو دورة الأهل دورهم دور كتير كبير لأنه أغلب العلاجات النفسية في جلسات بتنعمل بوجود الأهل خاصة أول كم جلسة تالأهل أول شي يفهموا شو هو الاضطراب وأنه الولد منه قصدى وما يعمل أصدا معه ومنه غنج ومش أنه بيطلع منه ومش أنه إذا بده بيقدير يعني كل هيدول الكليشيات اللي بنسمعهم نشتغل كتير مع الأهل حتى يعني هني كمان يشتغلوا أحالهم وما يستعملون قدام الولد وبعدين بيصير فيه علاج دور آخر لقلهم أنه إذا الولد عم بياخد دواء يتأكدوا أنه عم بياخد دواء بشكل دائم أنه مطلحقوا على هذا الموضوع أو أنه مطلحقها واحد اثنين يشيلوا إذا الولد عنده ريزق أنه يقدم على انتحار أنه يخفوا الأمور بالبيت اللي علاقة بالانتحار مثل اللي حبوب يسكروا يقفلوا عليها السلاح إلى آخره المدرسة بتلعب دور كتير أساسي إذا فيه سترسر جئين من المدرسة مثل البوليين بنفس الوقت إذا الولد لما يكون قاطع بمرحلة اكتئاب بيكون تقدرته على التركيز أقل من غير أولاد بها المرحلة كتير منطلب من المدرسة أنه تعديل شوي ببرنامجها خلال فترة الاكتئاب ونتمنى عليهم أنه يتعيون معنا بهالمجال يعني أنه الولد يطولوا بيلون عليه أنه طولولوا الوقت اللي يخذ فيه الفحص يخففونه شوي المواد بخلال هالفترة لأنه نعرف أنه سيقدر يعود بعدين من نص كتير مع المدرسة بهذا المجال وهون العلاج بيكون على فترة طويلة العلاج النفس هو جلسات أسبوعية عادة بحضوض 12 جلسة يعني نحكي 3-4 شهور والعلاج الدوائي هو يتراوح بين 6-9 شهور شو بتكتشف عادة عند المراهقين نكتشف أشياء كتير حلوة عند المراهقين نحنا كل مراهق بيفوت لعننا نلاقي عنده شي جديد مش موجود عن غير المراهقين ودورنا هو أنه نساعد الأهل يلاقوا شي إيجابي لأنه غالبا ما الأهل بيفوتوا عين أمور كتير سلبية بابنهم ولما نسألهم أنه نخبرونا عمور إيجابية عند بنكون بيصير بيحكوا فيها وهذا شي منساعدهم أنه يكبروه وهذا شي بيساعد المراهق كمان وكان الأهل عم يشوفوا الأشياء السلبية عم يساعد على الاكتئاب أكتر وأكتر صحيح لأنه في أشياء سلبية خلال فترة الاكتئاب طبعا ولكن التركيز علي هو الذي يزيد الاكتئاب بدل ما يكون عم يساعد أنه ساعد يعني دايما نحن نساعد الأهل ونحن بشغلنا ننطلب مبدأ أن المراهق يتصرف لأنه من وجع مش لأنه في تأصد بالموضوع بس ننطلب من مبدأ أنه في وجع موجود ساعتا كل القدرات تصير حتى نساعد ويطلع من هذا الوجع ونساعد الأهل على هذا الموضوع كمان كون المراهق يعني منه بعد ملاقي شخصيته أو معقول يسبب له كل هالمشاكل وجود الصعوبات بالإدنتي كمان أمر كتير أساسي عند المراهقين خاصة وهون لأنه نحن نشوفها بمجالنا العيادة عند المراهقين لما بنبشوا على هويتهم الجنسية في كتير مراهقين عندهم ميول للمثلية الجنسية أو بعضهم مش أكدين إذا عندهم ميول للمثلية الجنسية وهذا شيء يسكلون سترس كتير كبير نشوف كتير اضطراب الاكتئاب عند هيدا النوع من المراهقين دكتور فادي معلوفة أمراض نفسية وعصبية عند الأطفال المراهقين شكرا لو جدك معنا أخذنا معلومات كتير قيمة منك اليوم يعني بالنهاية المفروض أن يكون في حوار وتعبير ويعرف المراهق أنه كتير من المراهقين عم يمرؤوا بنفس المشاكل من نوحت وشكرا لو جدك معنا مشاهدين خلص وقتنا لليوم وعلى جديد بكرة 8.30 مع مجموعة جديدة من المواضيع بم تي بي ألاي باي باي